صدق المجلس على التعيينات التالية على المستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عبد المالك فرج في منصب مدير المعهد الوطني البحث في الصيد البحري على المستوى وزارة الصحة السيد مولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والسيد خالد ايتس طالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بيفاس وعلى مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد رضوان مرابط في منصب رئيس جامعة محمد بن عبد الله بيفاس وأيضا السيد أنس بن ناني في منصب مدير التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مستوى وزارة إعداد التربية الوطنية والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطاع إعداد التربية الوطنية والتعمير السيد بولاه مبرك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التربية الوطنية لجهة قلميم وادنون وعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة السيد مصطفى المسعودي في منصب مدير الميزاني وجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى مستوى وزارة العدل السيد مصطفى دوح دوح في منصب مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قطاع النقل الجوي السيد خالد منجي في منصب مدير الملاحة الجوية المدنية بالمديرية العامة الطيراء المدني والسيد عادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة